ما حكم اخراج زكاة الفطر شعيرا علما بان الفقراء الذين تعطى لهم اما ان يبيعونها او يعطونها للبهايم صدقة الفطر تكون من البر ومن الشعير ومن التمر ومن الزبيب ومن الاقط خمسة انواع وكذلك تكون من كل ما يكون طعاما في البلد اذا كان الشعير لا يوكل في البلد فتخرج صدقة الفطر مما يوكل في البلد ولا تخرجها من شيء لا يستعمل في البلد ولا يوكل نعم قال الله جل وعلا من اوسط ما تطعمون اهليكم اوسط ما تطعمون اهليكم فتخرج مما يأكله الناس في البلد نعم